من الحاجات التي اتقلت برضو كابتر رمضان يعني أنا بقى وعد دائما للناس أن أنا حاول أنقل صوتهم تعرف الجمهور ما بقاش زي الأول ما بيروحش مطشط كتير طبعا عدد مش وبيبقى عايز يتكلم ويعبر عن صوته في ناس بتقول أنه اللعبة معنويا مستنزفة يعني فكرة أنك أنت تطلع من بطولة على بطولة على بطولة وأن كل المطشط تبقى مع فرق كبيرة الأهلي يعني تقريبا تقريبا طول النهار بيواجه أبطال أنا ما كانش أبطال دول أبطال قراط من كل حتة في العالم ففكرة أنك أنت تبقى متشبع من المواجهات الكبيرة دي وحاسس أنه أي مباراة وفزتلعوا على أرضك هتكسبها دي برضو الجزء محتاجة شوية إزاية شحن بطرات اللعيبة عشان يقدروا يعني يجددوا الدوافع يخشوا واخدين بطولتين دي مرتين قبل كده حاسين هم قريبين منها السنة دي كل ده محتاج شغل معناوي أكتر منه شغل معناوي شغل نفسي شغل نفسي أكتر منه برضو فني وبدني يعني يعني أحنا أتطفق معاك الحقيقة لكن يمكن إحنا الناد الأهلي بيختلف عن كل أندية العالم مش أقولك بقى أندية أفريقيا عن كل أندية العالم إحنا بناخد بطولة بنركنها ونفكر في البطولة البعديها ناخد البطولة البعديها بنركنها ونفكر في البطولة البعديها إحنا عودنا جمهورنا إن إحنا يعني التعادل لو تعادلت معا الإقاع بقى سريع أوى كابتر رمضان إحنا في أقل من 14 شهر في أقل من 14 أو لا 15 شهر تحديدا من شهر 11 11 20 20 لشهر إحنا إحنا إلا دخلنا نفسه في 3 شهر 2 20 22 حقيقي عرف لعبة النادي الأهلي لعبت وشاركت في كامبو طولة أنا بتعدي ده رقم قياسي ما سبقوش أي حد تاني حققت منهم كام لقب برضو رقم قياسي ما سبقوش حد تاني على فكرة نتكلم برضو أنت أصلهم مش مكينات على فكرة أنا أقول لك حاجة أنا مش بلق لهم المبرر على فكرة على فكرة مش بننتقد يا يا فندم وإذا كان في حاجة تستحق أن ننتقدها عشان نصلح أولا نمرأ واحد قبل ما نتكلم في أي حاجة إحنا محققين بطولات مفيش أي نادي في العالم في التوقيت ده في الوقت ده لا إحنا محققين بطولات على مستوى عالي جدا جدا ومطلات في القرى يعني لا ولينا تواجد بشكل قوي جدا جدا الحقيقة لكن إحنا بنتكلم أننا قادرين أننا نواصل يعني بشيء من التنظيم بشيء من الفكر أعتقد أننا قادرين لأننا عندنا كمان إيه؟ عندنا في كل مركز فيه تنين لعيبة على مستوى عالي جدا 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 وفي بعض المراكز فيها ثلاثة كمان بالزبط ده ما كانش موجود كمان الموسم ده بالذات لأت وجد وإقدارة النيادي هي اللي أوجدت ده كل طلبات اللي طلبها مستر الموسماني اللي حقيقة جات فبالتالي انت خلاص بقى عندك نجوم كبار جدا 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 يقدروا يصنع الفارق انتو كفريق انت حتى لما كنت بتلعب خد المعادلة دي وحل هاتي في وقت من الأوقات ممكن الفريق يبقى في مشوار بطولة بيواجه الصعوبات غيابات إصابات طرد أو إيقاف فتلاقي الظروف الصعبة اللي متكتلة عليك دي مرة واحدة مخلية اللي بيلعب عنده يستطيع طلع مية وعشرة في المية من اللي عنده عشان يعود ويغطي العكس الصحيح لما تحس انه الفرقة بقت كل الظروف الصعبة اللي كانت بتواجهها مش موجودة الاسكواد بقى النهاردة زي ما حاجب بتقول كده كل مركز فيه اثنين وثلاثة نجوم ده مش ممكن شوية حالة الطمأنينة دي تخلي المستوى يريح شوية تعمل نتيجة عكسية لا أقولك لأ ليه لأنك انت حتى على المستوى القريب على البعض القريب احنا بقالنا مثلا مرات منترة قريبة قوي جدا اخذ بالك احنا كنا نقصين اعداد مش عدد مثلا خمسة ستة نقصين فرقة فرقة كاملة وفرقة ايه من ضمن ال 11 انت بتكلم في حوالي 8 العيبة 9 العيبة بالغيابات المنتخب بالإصابات من ضمن ال 11 ورغم ذلك انت كسبت بتفوق مزبوط يعني كسبت بتفوق هو جل المنتكلم عليه احنا لو نكون مركزين وكون عايزين اعتقد ان احنا بنقدر ان احنا احنا مباراة هقولك حاجة يا أحمد احنا مباراة الهلال السعودي لو انت بتعمل لها تقييم قبل المباراة الهلال عامل أداء ولا أروع مع تشيلسي مزبوط ولا أروع ومع الجزيرة من قبله الجزيرة انا بكلم حتى على تشيلسي بطل أبطال أوروبا الهلال حطيتهم في نص ملعبهم 45 ديشت تاني طب انت لما جيت لعبتهم لعبتهم ازاي انت عملت له يعني هو الحقيقة مستر موسيوماني فاجئهم بطريقة اللعب وفاجئهم بالضغط ان هو هيدغط هم طبعا المدير الفني بتاعهم عامل في حساباته ان موسيوماني هيلعب في نص ملعب وهيستناه وهيقفل مساحات ومش هيدغط لا ده انت من أول ثانية ضغط انت ضغط بس ضغطت بالطريقة اللي انا بقول عليها طريقة اللي هي ان انا خطوط فيها تقارب بنشتغل بنضغط وراء بعض ما بنشغلش بنضغط بثلاثة او اربعة والبايع الـ 18 بتاعنا صحيح لا فانا عشان كده بقولك لا احنا قادرين فأي وقت قادرين عندنا يعني انت مبارات مونتيري انا يمكن وكنت مع الحقيقة هنا في قناة الاهلي وقلت دي دي مبارات انا يعني مستمتع بيها لان الغيابات دي كلها وبكسب فرقة فرقة كبيرة وفرقة لها اسمي كبير جدا ده طبعا انجاز كبير جدا فبالتالي احنا قادرين ان احنا في اي وقت نقدر ان احنا نصنع الفرق ونعمل تفوق